اشتركوا في القناة فيما يخص الإحصاء العام للسكان والسكنة واللي بالنسبة للمنذوبية السامية للتخطيط في جميع المراحل للتحضير دياله كانت دائما مع تعمد التوجيهات ديالنا فكل ما عملناه عملناه باعتماد توجيهات ديال صاحب الجلالة واعتماد الإرادة ديال أننا نكون في المستوى ديال ما تنتظر منا صاحب الجلالة وهذا شيء واللي تنتظر منها كذلك الشعب المغربي فالإحصاء هو إحصاء ديال السكان والسكنة أي هو عملية ديال المغاربة كلها ديال الأوسار المغربية اللي غادي يمشي ولعندهم باحثين ولكن هادوك الباحثين شكون هما هادوك الباحثين هما أولادهم تكونوا تكون عن بعد وتكون حضور حضورياً واللي عارفوا بالضبط شنو هي الأسئلة اللي غادي يسألوا الأسار اللي هي الأسار ديالهم واللي غادي يجيوا عندهم واحد واحد لوحة لوحة إلكترونية اللي فيها البرنامج كل ديال الأسئلة والطريقة ديال ديال المعالجة ديالها واللي غادي يتمشي من داك من داك من داك اللوحة الإلكترونية إلى المركز ديال تخزين المعطايات اللي عند المندوبية السامية للتخطيط وبالتالي هادوك هذه عملية ما بين الباحث وما بين الأسرة ما بين الولد ديال الأسرة مع الأسرة دياله وبالتالي هي عملية وطنية وهذا اللقاء هذا اللي درناه كان عنده الفائدة أننا طلعنا على جميع الإمكانيات اللي ضرورية باش نجزو فحسن الظروف هاد 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 كما ورد في الخطاب الخطاب سيدنا لرئيس الحكومة وكذلك شفنا شنو هي المساندة اللي خص للسادة الولاة والعمال في عين ما كانوا في الميدان أنهم يسندوا العاملين باش يقوم يقوموا بالدور ديالهم علما بأن دور ديال المندوبية وديال الباحث هو مبنوا بالأسرة ما تدخل حتى شي واحد أخر ولهذا هذا اللقاء كان لقاء لتوضح ديال جامعة للتوجيهات ديال صاحب الجلالة وأننا نكونوا في المستوى قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونوا في العشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية تابعونا